دكتور نحن نقوم باستفتاء معك بالتعاون معك على تويتر وسألنا الناس متى ينامون الأطفال نعم كيف النتائج؟ نتيجة يعني شوية مخيبة للأمان لأنه تقريبا أربعين من كل مئة مشارك كم شارك فيه؟ 16 ألف فعينة رائعة يعني يعطيك لمحة فقط أربعين من كل مئة شخص عيالة ينامون بشكل متأخر فوق العشرة فبالتالي هنا عندنا فقد في النوم بشكل كبير هذا الفقد يترجم لاحقا في الأداء المدرسي لأنك تفضلت أنت في البداية أن 25% من أداء الطفل مدرسيا يرتبط بجودة نومة هل نام بشكل جيد أم لا؟